اهل احباب ديالي والغزالة ديالي غادي تشكروني لهاة الوصفة اللي شعبية بامتياز بتبقي شتريها من الزنغة غادي تصيبها في دارك وبأشياء بسيطة اللي احتاجها بنا وفرجة ممتيحة مرحبا بكم السلام عليكم لغزالة ديالي والحباب ديالي والمميمات ديالي وخوالاتي وصحاباتي تنقول لكم مرحبا والف مرحبا لي الشراف دامونيا بزاف طلع أخوات اللي دخلوا عندي الخاص وانهم كيعطيني واحد كلا مني زوين كنقول لكم شكرا من القلب وكذلك شكرا لها الى القديمة هندي في القناة كنقول لكم مرحبا بكم ودائما منوريني وتحية لأي واحد كيعطيني واحد للتحفيز كنقول لكم شكرا وخدموا شهادة طاحت وما بخش كدروا لي لايك والشراك فكنقول لكم دائما غاقا نعطيت الآخر عرق يعني كما ما كنقوله احت الآخر نهار في عمري غاقا نعطيكم سبيل الله ودائما غاقا نعطي من القلب ونقبل مدى اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين هنا البنات كما كنتشوفهم هيا جبت كل ونص دي السرديل اللي نقيته خليت واحد ثلاثة شهيتهم غادي لهم شركات هنا هندي الشحمة دي الكلوة دي الغنمين وعندي الربيع اللي ممهاشياش وعندي ثلاثة لصف ديتهم أكبر محقوقين وعندي باهارات مغربية اللي فالكركم وربزار والتحمير اللي بيو والكامون والكركم وأنا أهم حاجة لبنات هو سكنجبير غنزيده في الآخر محطيتوش وهو القزبر ليابس جربوه بها بجوج يعني بطريقتي وصدقوني كيجيو حتما دقرائي والوديدات والله متى يحرفوه ايشنا هو خصوصا أنكم غا تطحنوه تحنوه حد البنات للأمانة باش ميتمياش لكم ودائما نسترديل بحالة لغادي نشوش ما تطحنوش حد طريقة هكا وهالطريقة الحمد لله أنا فيما كنت ندرى الوصف غام بارتاجها معكم حسنتوما لولاستاني بالزغط لبنات معتمادة بطريقة ماما تبارتاجت حالتي في القناة وعجبتهم اللي فالبطاطا اللي بغا تركينا في القناة وكذلك هذه ما أغسيت نقولها وغا نقولها لكم هذه أعطيتها لواحد السيدة وبارتاجتها عندها يعني واللات كاتبها كما قوليكم في السوق أسبوعي بالحد واللات رحمت لي على ولي قلت لي شكرا شكرا أنها قلت لها إقبال وعجبت الناس وكما قلت لها بخيزونتاتها في الباريزيان يعني في البنواز كيجي مقرمل وبالحار كتجي يا سلامة لبنات وبدأت لها إذا فدت تتلاصوس ودات هذا فكتجي بنينة صدقوني أكلا شعبية ولكن بنينة ورخيصها تجيب وكتشبع أمام تنصح يلي أنك تطيبها بلا زيس بلا والو وكما شمعي في الأول أنا كنت طيبها فلا بلاك كتجي بنينة بنينة وشوفوا أنا رتحانتها قلت لكم تحنة وحدة وما تنسألوا بالنسبة لها شوار تكون شوية صحيحة إذا كانت يعني هذه ديارة ستحفي لكم الموس وأمامتنا وغيرت تخرج لكم أنا رغ نوريكم الموس ومني غنحييده رسقت لي فيه ودخلت لي في الموس من الداخل دياله أنا تفلق سيل دياله أنا صراحة كنت شوية صعوبة بش غسلته حتى أضط لي الشيطة وضط لي واحد لكي يغضون باش هبط لي تكشيرت خليه لداخل هذه علامة أمانة فأي حاجرة كنت أريد أن أقولها لكم قبل أن توقعوا فعل أنا كنت تشوفوا عش عندي فئانة جوجو مماس هنا كما تشوفوا كتجي ليس وكتجي متحونة مزيان أتقول لي ايش حموحدة كنت نديرها ولكن أكثر يوريها ليا كتحنوها بزاف أو لك يخلوا فيها استردر بعض تحنين لأنهم يسميوا أنها تحيد لي الجلدة لكي تجيب حل الكفتة لها وبيضة لا تجيش بيضة وكحلة صافي كما تشوفوا سأحيد من الموس ديالي وهنا سأحاول نخلطها ونوريها لكم شوفوا كيف تجي صرحة تمنى كتحنينها بقع مفعش البهرس كنتم في حطريحة رائعة أنا كنتشوفت البزاف متقوج لدينا درس صغر والي بغدير تدك السودانية ديارها كنتشوفت بنينة أنا ما كنتشوفت بجوري وجال لا تجيش بها هنا كنتشوفت تحميرها الطبيعية لدينا كامون وكنتشوفت برلياب لكن البناس يأتي رائع هنا لدينا صوص لدينا ثلاثة صوص حكيتهم كبار ونقوم بعمل المغيناد المعروفة التي نقوم بعمل واحدة لشركات السردين نقوم بعمل الملحة سأخلط الكل هنا البناس الأمانة نقوم بعمل لا تحنوه نقوم بعمل الملحة ونقوم بعمل المطحون هذا الحال لا تحنوه لدينا حصلة في المطحون ما سأقوم بعمل المجال لدينا زجم في المجال طيبة هنا ARE لقد نقوم بعمل المغيناد صحيحة. خاصة انا هادا غنطيب بلا زيت بلا والو. صافي انا كنحاول البنات. ما زربت الفيديو باش تشوفوا كيفش ندخل كمان غينان. انا ربا اخاك تشوفون ان كنخلط لكها تبقى مازال. اني تكت انسجم زيان شو لها كلها متبلة. صافي هنا كننقض لها بلاك ديالي وديالبنات عشان اقول لكم راح بيبا هديتكم في الدار اللي عند الامكانية تشريها. هنغررش باش ما تلصق ليش ما ولا شي حاجة. لنا صراحة اول مرة قنطيبها عن السرديل. هادي لكت نفعني وخصون في رمضان كان طيبها المحرجة المسمن البغرير الكريب اي حاجة لانا ما كنت تلصقش. بليتو هنا كنتشوفوا كتليكم اول مرة عير دلت الزيت. وغادي نمسحوا كما غتشوفوا. عير وخاوة غايت لقليدة معير باش ما تلصقش ليها. ويكون لك له شوك في الاول. فأتي جدت لها في حال هكا. وكيبا يسوني للبناس انا غنمريكم في الاخر ايا كنت نغسلها. بتي جرؤ و يعني قزي في صافون ذي الاولي وغافل. ولكن بحلفها. انا اي حاجة دي اللي بحلك البناس كنت نغسلها. وتحيي البنات اللي كيقولوا لي انكي. اه الحداقات الصراحة كنت ساملوا الوليدة دي اللي اللي طوي عمرها. ولكن انا دائما البنات نسيحها الراس ومني ككون حاملة ولا والدة ولا. دروري البنات اي حاجة كنت نخدم بها البنات. وهذه صراحة تعملوا تلاع من الدار دياننا. اه تحيية اخواتي ان احنا اي حاجة كنخدمو بها سوق بلاس كنننغسلوها هذي كانت فينا في الدار وتعود تلعتها في الخدمة يعني الحاجة اللي كتسلب لتكل ميزون بلاس اللي كتخدمي بيها مثلا الاسيد غنسالي قبل ما نسالي انا قطيب للكفتا غننغسله يعني اي حاجة كتغسليها وكتحيي ديعلك باش كتبقى منيها كتبقى لك الحاجة اللي كتتأكلي فيها وهكا كتخفي عليك الخدمة وكتسالي عليك الشغل هذي تحييي بقيت نقولها للبنات لانا ممكن خلي بتا كتبقى من المعان وانا ما نقدرش اللي صارحة لانا ننهز ونخلي اللي غافو يعني دوفي عمر بالمعان او للقربة لكي ما نقوم في كوزينة وخكها تكون فيها كنقولها تلع دم مضربة فيها تلع دم وكان ضرورة لبنات سخسنين لنقل كوزينة ديالي وانا غسلها هون ديرو وكان نرتاح نفساني البنات هذا ما كان هذا الشي اغباء كتبقى معكم كما نقول لكم دائما ان الغرض ديالي احاجة اللي كنبرة على المغربية اللي كتكون في الصالح ديالها واللي غاديت تنفعها في حياتها والحمد لله بزاف الوصفات اللي لهم اعتمدها بزاف وهنا كي ما كتشوفوا البلاكس غنسب بزاف شوفوا يعني ما غاتخافوش الناس غا يقول يا بغناش ليدان هاي الشح بالبنسب كالدوب ولا ما تتبقاش لكم في الكفتة ديالكم على كلها كالدوب وانا هنا جاعة غاش نحيي دها عادينا كي ما غنقول لكم غا شوية غا شوية غا شوية غا شوية انا نغمال ما هنرخسين هزة انا غزيت نحمرها على دو كوتي ونزيد نحمرها هناك كي قد شوفوا الحباب شوفوا هنا درسانة صندويتش جات رائعة وان ولا لكم بلا بالبصلة وما طيشها وشوية الحار من عاوج لكم يا سلام سلم جربوها وردو عليها شوفوا يا الغزالة ديالي كي جي الكفتة ديالكم ناعم وزوين البنات وبنينا قدمتها مع شوية اللي فخيت وشوية البصلة وكل اللي بغاشي حاجة كي هزة وقسين بلا البنات اللي جيت بنينة بنينة من الدرع جباهته ونقول لكم حبابي خليتكم في رحمة الله ما تنسونيش ان بارتاج وكبروا معي العائلة ولكتوا هتبغيوني موتي فيوني وهنا الغزالات كما تشوفوا في الليل حكيتها البوطة وبوحية الكوانان وقسلتهم كما حكيتهم كما ديال بارتاجي معكم ونضي لهم مندير ونضعهم هكا يا سافي باش هكا كي يصبحوا لي ناشفين وكما قلت لكم لطن وغطيبوه ضروري انكم تقسلوا وشوفوا البلاك بعد ما قسلتها كما قلت لكم عين بالحلفة شوية تيت او جافل سافي كنقسلها مزيان وكنكوبة لها بالنسبة لكي خاف وكنكوبة لها انا الماء سافي بكترجعك تشعل كما نهار اللول سافي وكنت لكم انظروري البلاك ديال العودو لا هادو ديال هكا كنحطهم كننش نسلهم ويتسقطروا وكنعود نظهرهم بشي بردو في البرد باش كنشفوا اليهم زيان وحبش كنرجعهم من بلايصن هادي كما قلت لكم بزرق البنات اللي سوبلوني واش كتغسليه وهنا قلت لكم بانني كنغسلها بالماء وكنشفاء وكنحطها في البرد كوتهوة ابش كنرجع البلاسة كما ممكن بخلش لكم ما تبخلوش تشملوا اللايك والاشتراك والبرتاج وانطلقا ان شاء الله فيديو قادم بحول الناس